السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا حبيبي كل متابعين بيتي بيتك النهاردة هنعمل مع بعض 3 خلطات تنظيف السيراميك الخلطات دي هتنفع لتنظيف السيراميك أو التولدت والحنفيات وأي مكان فيه تكلسات وصفرار هتنضافي التكلسات والصفرار بدون مجهود والنتيجة هتبهركم بإذن الله أول خلطة هتكون معنا ربع كوبايت بيكربونات السوديوم مع معلقتين ملح لمون مع معلقتين سائل تنظيف المواعين ونص معلقة ملح عادي هنقلب المكونات مع بعض ونبدأ نوزعها في علبة تلج أو أي علبة عندك أو ممكن تشكلها حتى على شكل كور بإيديك وبنستخدمها في تنظيف الحمام والحنفيات أو البلاعة أو حوض المطبخ بنحط القطعة مع لتر مياه مغلية وتسيبيها حوالي نص ساعة مع فرشة هتلاقي الدنيا معاك يباقت زي الفل الخلطة التانية هتكون 2 معلقة ملح لمون مع 2 معلقة مسحوق غسيل مع 2 معلقة بيكربونات السوديوم وحنقلبهم مع بعض والخلطة دي بنستخدمها على السيراميك والحمام هيدوكي نتيجة هيلة جدا وخصوصا لو سبتيها لمدة ساعة أو نص ساعة قبل ما تنظفك الخلطة التالتة 2 معلقة بيكربونات سودا مع معلقة ملح لمون واي زيت عطري عندك ورشتين كحول وبنقلبهم مع بعض كويس وهيكون جاهز معاكي مكعبات تنظيف طحفة ان شاء الله الخلطات دي هتنفعك جدا في التنظيف ومتنسونيش في اللايك والاشتراك وكمنت محفز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته